فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول يقول السائل هل يجوز لي كوالد أن أفتش في جوال وكم بيوتر أبنائي خشية أن يكون فيها شيء نعم أنا واجب عليك تفقدها وتنظر فيها وكما ذكرت لكم لا يشترى لهم جوالات فيها أكثر من الاستخدام المكالمة يجي فيها عروض وبلاوي وشين محرمة لا تشتري هذا الجهاز لهم نعم ويقول حفظك الله يقول إن بعضهم بعض الناس يقول إن هذا الفعل من الأب يعد من التجسس المنهي عنه فهل لقوله وجه هذا الكلام هذا هو الكلام الباطل الوالد مأمور بأن يربي أولاده وأن يشرف عليهم وأن يتعهدهم هذا واجب عليه وليس من التجسس هذا من القيام بالواجب الذي أوجبه الله عليه لكن الآن فيها الآن بلن حصل وهو أنهم يقولون لا تقول لأولادك ولا زوجاتك ولا البناتك شيء هذا من العنف الأسري اتركهم يعملون ما يشاءون فريتهم ما تدخل به ماذا من العنف الأسري ولا حول ولا قوة إلا بالله يريدون أن ما أحد يقوم بالواجب وكل يعمل ما يشاء لا تقدم شكرا